عن صفقة القرن واللي مفروض تعرفه عنها معنا الاستاذ زبراهيم حمامي الكاتب والباحث الفلسطيني اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استأذنك بس نعرض للناس الخطايا العشرة لصفقة القرن وهل هو منتج جديد ولا نشعرضه كده فيديو جراف ونرجع مع حضرتك. ان شاء الله. شوف الفيديو جراف ده كده. طيب دول الكوارث العشر لصفقة القارن وزي ما حدك شفتو القدس عاصمة ابدية الكيان الصيوني تقسيم المسجد الاقصى زمنيا ومكانيا الغاء حق العودة لستة ملايين لاجئ منح اقتصادية لمصر ودي برضو هنتكلم فيها لان بعض الناس فهم ان احنا يجينا زكاية دولارات بقى هنعبي وكل واحد مصر يقسم دولة فلسطينية من زيوعة السيادة على 11% من ارض الفلسطيني التاريخية منح الشرعية للمستوطنة الصيونية الغاء مرجعية القرارات الدولية الداعمة لحقوق الفلسطين كل القرارات الدولية كلها نزع سلاح المقاومة لأطراف بيهورية الكيان الصيوني التطبيع العربي الكامل مع الصيناء استاذ ابراهيم ممكن تدينا فكرة كده برضو بنتكلم على صفقة القرن على انها خنائة ما بين جماعة فلسطينيين وجماعة اسرائيليين الا اي مددى مزبوط بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك البشاهدين مرة اخرى يعني حقيقة العشرة هدول هما اليهم علاقة بالجزء الاول من صفقة القرن صفقة القرن تتم على مراحل المرحلة الاولى مرحلة اسرائيلية فلسطينية انجاز التعبير طبعا هدول العشرة لو سمحت لي في عجالة بعض هذه البنود طبق وقبل اساسا يعني حتى من الطرف الفلسطيني الرسمي على سبيل المثال لغاء مرجعية القرارات الدولية هذا تم التوافق عليه في مدريد لما اعتبروا انه روسيا وامريكا هم راعيين مؤتمر السلام وبعدين اصبحت ربعية دولية بعدين اصبحت الولايات المتحدة فمرجعية قرارات الدولية اسقطوها في مؤتمر مدريد عام 91 للأسف الشديد لما تحدث مثلا على الغاء حق العودة عندما طرحت المبادرة العربية وتقول حل عادل ومتفق عليه لحق العودة مبادرة العربية وهذه عربة؟ لا لا مبادرة العربية التي كانت امير عبد الله واصبح الملك عبد الله اللي كان فيها عمر موسى اللي كان فيها عمر موسى زمان المبادرة العربية اللي هي الفين يعني اللي بيعتبروها العرب تقريبا فهي هذه يعني ألغت حق العودة عندما قالت حق عادل ومتفق عليه لما حطوا كلمة حل ومتفق عليه معنى ألوى حق العودة حقيقة يعني إيش يعني متفق عليه لازل وفق عليه الاحتلال الاعتراف بهدية الكيان الإسرائيلي للأسف الشديد في عام 2003-2004 تم الإقرار بذلك من قبل ياسع عرفات في تصريح علني موجود إذن هناك الكثير من هذه الخطوات تمت هذا من الطرف الفلسطيني أما من طرف الاحتلال ومن طرف الولايات المتحدة خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا كل الأمور هذه هما بالتدريج وصلونا إليها يعني من 6 ديسمبر 2017 عندما أعلن ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الإحتلال وبدأت الخطوات في عام 2018 بشكل تسلسل كبير في شهر 5 نقل السفارة في شهر 9 آلغ مكتب ونظمة تحريفة فلسطينية قبلها بشهر أوقف كل مساعدات على السلطة في شهر 11 لفات 2019 مايك بومبيو وزير الخارجي أمريكا يقول أن الولايات المتحدة لم تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية إذن كل هذه الخطوات تمت على الأرض الواقع ونحن إما نتفرج وأما جزء منها كطرف سياسي رسبي فلسطيني هذا الجزء الأول المرحلة الأولى فلسطينية أصرية لإنهاء الصراع هكذا يريدون ليتفرغوا للخطوات الأخرى طب ليه الكلام هذا؟ لأن هناك أهداف لهذه الصفقة أهداف سياسية اقتصادية دينية من ضمن الأهداف السياسية طبعا هو دمج الاحتلال في المنطقة إعادة توزيع دول المنطقة ودورها إعادة توزيع الزعمات إعادة تأهيل بعض الأنظمة زي نظام السوري على سبيل المثال اللي هم حاولين لحدود الفلسطيني التاريخية وأيضا اعتبار الاحتلال شريك وجزء اللي يتجزأ من المنطقة هناك أمور اقتصادية اللي حضرتك تكلمت عليها أنه ستيجي مليارات والناس ستتنغنغ 50 مليار؟ لا مش هتعمل ولا حاجة حتى لو خذت 50 مليار للفلسطيني فقط سيبك من دول العربية الثانية حيطلع حصد كل واحد 3000 دولار أسهم 5000 على 5000 15 مليون؟ لا هم 15 مليون بين جوة وبرة يعني حتى لو اعتبرتم 10 مليون 5000 دولار يعني هجبوا لك لابتوب وبيع بلدك في لابتوب فالمبلغ سخيف وضئيل ولا يساوي شيء وهم في حد أقنع ترامب أنه هذه العملية عملية تجارية زي عقار يعني وانت لو تديرهم شوية فلوس هيقبلو والذي كانوا أقلوها تبادل أراضي مش بسموها أي حاجة أن يتبادل التبادل أراضي هذا من زمان وموافق عليه رسميا أيضا اختلفوا على النسبة إسرائيل عايزة واحد ونصف في المية السلطة عايزة ستة في المية لكن طبعا كل هذه تشير إلى أن الكارثة الأصلية الكارثة الحقيقية التي بدأت في كل الانحدار هذا بدأت من مدريد وأوسلو ومرورا بكل السنوات اللي فاتت لأنه هي اللي أسست لموضوع التفاوض والتنازل التنازل التدريجي عندما لا تملك أي أوراق قوة على إطلاق يعني في واحد عامل مركز دراسات الأزمات في بلوت أصلا كان يستغل في المخابرات البريطانية نسيت اسمه لكن هو بريطاني فمر مرات بيقابلوه لما فازت حماس في الانتخابات في التشريعية في 2005-2006 فبيسألوه يعني لكن حماس لم تعترف بدولة إسرائيل فرجل المخابرات البريطاني يقول أن الاعتراف هو آخر مرحل مراحل التفاوض وما فعلته منظمة تحرير أن أسقط كل الأوراق بالاعتراف قبل أن تدخل في التفاوض هذه مشكلة المشاكل السياسية التي حصلت إذن الجزء الأول فلسطيني إسرائيلي الجزء الثاني فلسطيني إسرائيلي عربي الدول العربية ستتعرض أيضا أو سيكون لها جزء في هذا الموضوع الأردن من ناحية مصر من ناحية أخرى في سيناء تحديدا وأيضا دول المنطقة الأردن منين بها الأردن لأنه حتى في الصفقة التي عرضت 118 صفحة تحدثوا أن أغلب اللاجئين سيعودوا إلى الأردن سيتم توطين حوالي مليون في الأردن وهذا ستسبب خلل في التركيبة السكانية الأردن عندهم حساسية جدا موضوع أردني أصلي هو شرق الأردن والفلسطيني لأنه هناك تقريبا مساوى الآن 50% 60% تقريبا من أصول فلسطينية من الضفة وغيرها وبالتالي توطين ويصبح الأردن هو الوطن البديل محدش يتكلم على دولة فلسطينية بمعنى أنها مستقلة ذات حدود ذات سيادة لها معابر لها جيش فيش الكلام هذا هو حكم لمناطق متناثرة 60 جزيرة متناثرة الخريطة لحطة ترامب والكيان الفلسطيني سيكون في الأردن وهو ما يعني بشكل أو بآخر انتهاء دور الأسرة الهاشمية وهذا ما حدث عنه تقرير إسرائيلي عندما تولى المالك الأردن عبد الله الآن الحكم في الأردن قالوا أنه سيكون آخر ملوك الأسرة الهاشمية وهذا سبب نوع من الأزمة السياسية بين الطرفين فالأردن يتعرض الآن لضغط بالتأكيد من قبل دول المحور الشر أنا أسميه الدول العربية التي تدعم صفقة القرن للقبول بهذه الصفقة لكن قبول الصفقة يعني تغيير في التركيبة السكانية تغيير في النظام الحكم في الأردن في مصر طبعا سيناء الخطوات التي تحدثنا عليها حتى في برنامج المحترم تاعك أستاذ محمد وهي إخلاء سيناء من السكان المنطقة التي تقريبا من حدود غزة إلى العريش 40 كيلو 45 كيلو كلها فضوها الشيخ زويد وكذا والأخير وتحت تفريغها من السكان تجريفها إخلاء يعني أصبحت منطقة خالية تماما لتكون جزء من الصفقة الأخرى لتوسيع قطاع غزة إنشاء منطقة صناعية أو منطقة تجارة حرة في البداية في السنوات بتقول لحد العريش نعم بتقول لحد العريش لحد العريش